فهمين برضو يا حياتي جواتسي شرحت لنا بشكل وبسط حتى بالصور قدرنا نشوف ونفهم ايه اللي بيحصل في كل نوع من جراحة العمليات او في جراحة المعيدة بشكل خاص عايزة عارف يا حياتي امتى بتختار المريض المناسب تقول له حددك انت مناسب لك التكميم انت مناسب لك تحويل المصارى ومعيدة لك تمام احنا كل العمليات تعتبر عمليات نجاحة وعمليات كويسة جدا بس مهم جدا ان احنا نختار العملية المناسبة نتيجة افضل لكل مريض لو دائما قبل العمليات بنقعد جلسة مطولة جدا مع المريض بنفهمه الدنيا وبنفهم منه هل انت من النوع ذو البلوكيتر بتأكل أكل كتير ولا السويتي اتا хочет ya hello لحنا من النوع اللي بناكل أكل كتير فهنحتاج عمليا أقلل بها كمية الأكل زي عملية التكميم لو احنا من النوع اللي بيأكل حلويات كتيرة فهنسوإرخبات الطاكل عالية فده احنا هنحتاج عمليا تحويلbarenحة لو احنا قبل كده عملنا عمليات جهاز الهضمي وعمليات في الأمعاء قبل كده فهيبقى المفضل لك والأأمنيك والأفضل لك بتبقى عملية التكميم مش عملية تحويل المسار لو احنا عملنا عمليات جراحات سمنة قديمة قبل كده وضيف إصلاحها فيبقى تحويل المسار بيبقى أفضل بكتير من التكميم لو احنا مرضى ضغط وسكر مش متزبطين خالص أو يعني السيطرة عليهم صعبة جدا فتحويل المسار بيبقى أفضل جدا لأنه بيبقى بيبقى شفاء ضغط وسكر بنسأل بتعدي الـ 95% كمان شو ما فيش امتصاص بالزبط لو احنا برضو بنسأل لو احنا عندنا ارتجاع في العجاب الحاجز أو عندنا ارتجاع في المريء بيفضل عمليات تحويل المسار عن تكميم المعدة فاحنا لازم نقعد قاعدة متولة مع المريض نعرف منه نختار منه العملية المناسبة لليه يعني الظروف بتختلف من كل مريض لآخر طبعا وما فيش عملية أحسن من الثانية لكن كل عملية بتبقى أفضل لو اخترنا الشخص المناسب لها حسب المريض وحسب طريقة أكله وطريقة طريقة اللايف ستايل بتاعته طيب استجابة المرضى للعمليات دي دكتور سامول هل برضو بتختلف من شخص للتاني ولا الاستجابات عادة بتكون لا طبعا هي بتختلف من شخص للتاني بتختلف حاجات كتيرة جدا معدل حرق في الجسم بين شخص والتاني بيختلف اللايف ستايل يعني لو شخص بيعتمد على قوة العضلية في شغله وحركته غير الشخص اللي هو بيعتمد أنه عمال مكتبية أو ما بيتحركش كتير في نفس الوقت اللي اتباع بتاع النظام التغذية اللي احنا بنوصي به بعد العملية بعد كده الناس اللي بتلتزم غير الناس اللي ما بتلتزمش بها تمام اختيار النوع العملية بيفرق جدا على استجابة المريض يعني فيه مريض بنرشح له انت تحويل المصار بالنسبة لك هو الأفضل لكنه بيعمل تكميم أو بيصر على التكميم أو كده طبعا استجابته تتبقى كويسة بس مش زي لو عمل تحويل المصار ليه ممكن مريض يصر على شيء دكتور ساموريس مهم يعني حاجة لك تأثرته فيه أحيانا مرضى بيبقى عندهم تجارب شخصية عن حد جيرانه أو حد قريبه عمل تكميم وكان مبسوط بيها تمام أو حد عمل تحويل المصار ما كانش مبسوط بيها أو العكس تحويل المصار كان مبسوط بيها وتكميم مش مبسوط بيها فهو بيبني خبرته الشخصية على الناس اللي حواليه على الظروف لا بالزبط احنا بنقول ان ده مختلف تماما مش كل شخص زي التاني طبعا مش كل شخص زي التاني فاحنا ببنيش خبرتنا على تجارب الناس التانية احنا كل شخص تجاربه تاني معدل نزول الوزن بيفرق من شخص لتاني يعني لو وزن واحد عنده وزن مئة وستين كيلو معدل نزوله هيبقى أسرع من واحد عنده وزن تسعين كيلو فهم قصدي لان عندنا الجزء الدهون المخزن في الجسم أعلى المخزون بتاعنا أعلى فالناقس بتاعه طبيعه تبقى النسبة بتاعته أعلى فبتفرق في حاجة اسمها individual variation بتفرق ما بين المرضى بزفت موسيقى